اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين الحكومة التونسية تتعهد بعدم فرض ضرائب جديدة العام المقبل بهدف دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات ومصر ترفع الرسومة الجمهورية على مجموعة من السلع وتخفضها على سلع استراتيجية وفي النشرة ايضا حلوة المامونية في مدينة حلب السورية تحتفل بمئويتها اهلا بكم اكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشهد ان بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الاشخاص او الشركات في موازنة العام المقبل لكنها ستستمر في اصلاح نظام الدعم المكلف وقال الشهد ان بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات او الافراد من اجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات وان الحكومة ستواصل اصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العام تطرح تونس مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 4 مليارات و700 مليون دولار بحسب ما جاء في بيان حكومي تونسي البيان اشار الى ان المشاريع تتركز في مجالات الطاقة النقل وغيرهما وان تفاصيل 33 مشروعا كبيرا ستكشف في الاسبوع المقبل من بينها ميناء في المياه العميقة ومشروع متر انفاق في مدينة اسفاقس الى جانب مشروعات خاصة بالخدمات اللوجستية والتكنولوجية اصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيزي قرارا جمهوريا بتعديل التعريفة الجمهورية لعدد من السلع المستوردة ليرفع الرسوم الجمهورية على مجموعة من الواردات ويخفضها على سلعا اخرى خالد ابو عرب موجة جديدة من ارتفاع اصعار بعض المنتجات تستعد لها الاسواق المصرية وخاصة المنتجات المستوردة بعد قرار رئاسي بتعديل بعض الفئات الجمهورية واضافة اصناف جديدة تعديل رفع الرسوم الجمهورية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ العام 2016 ابرزها العصائر والالبان فيما خفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي كما ثبتت الرسوم الجمهورية على السلع الاستراتيجية التي تمس المواطنين السلع التي تم رفع رسوم الجمهورية عليها هي تلك السلع التي تمسل سلع استفزازية ايضا سلع لها مسيل في الانتاج المحلي وبالتالي ده بيستهدف تشجيع الصناعة المحلية وكل الدول الحالة تلقى مثل هذه القرارات التعديل الجمهوري الذي ثبت الرسوم الجمهورية على المواد الخام والسلع المستخدمة في مجال التصنيع عده خبراء تنشيطا للاقتصاد القومي وتشجيعا على الصناعة المحلية للخروج من أزمتها فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب لما تخفض مستوى الأسعار يبقى هقدر أجيب عدد أكبر من الوحدات لدخل الحقيقي وبالتالي هنعم بالحياة أفضل وبالتالي عيش حياتي أفضل فدائما نحس المبدأ طيب أطيب خاصة إذا كان في بعضها مرتبط كمان بالعملية الانتاجية عشان تشجع المكان وتشغل ألات تشتغل وتخلي الرجل يغير مكانهم باستمرار وبالتالي يحدث وبالتالي يطلع منتج جيد ويقدر يطلع منتج بزاة كفاءة عالية وتكلفة منخفضة سواء يكفي احتاجات المواطن في مصر أو يقدر يصدر وحفاظا على موارد الخزانة العامة من الجمارك كانت مصر قد فرضت قيودا في العام 2015 للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغر التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بحسب خبراء الاغتصاد فإن التعديلات الجمركية وإن رفعت التعريفة لبعض الأصناف إلا أنها ستخفض من فتورة الاستيراد وستساعد الصناعة المحلية على زيادة الانتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية خالد أبو عرب القاهرة الميادين دعا اتحاد الشباب الديمقراطية الفلسطيني في لبنان إلى التحرك العربي والدولي من أجل عقد مؤتمر دولي لإنقاذ الأنروا وخلال اعتصام أمام مقر الأسكوا طالب الاتحاد الديمقراطي المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه اللاجئين وحق العودة من خلال تخصيص موازنة ثابتة للأنروا وشدد على أن المنظمة الأممية تتعرض للابتزاز من قبل واشنطن التي تسعى إلى إنهاء عملها لأهداف سياسية وأضاف أن استمرار الأزمة المالية في الأكالة ينذر بعواقب كبيرة ويهدد بانفجار اجتماعي واقتصادي في المخيمات هذا ودعت لجنة المعلمين الثانويين الفلسطينيين في لبنان إدارة الأنروا إلى التراجع عن قرار رفع نصاب التعليم الأسبوعي لمعلمين مرحلة الثانوية وصفة القرار بالظالم وبغير القانوني وفي بيان لها شددت اللجنة على أن قرار رفع النصاب غير مرتبط بالأزمة المالية للأنروا وليس له أثر على موازنتها العامة التي تفوق المليار دولار وأكدت اللجنة حقها في مساواة رواتب المعلمين الثانويين في الأنروا برواتب المعلمين الثانويين في لبنان مطالبة اتحاد الموظفين بالدفاع عن حقوق المعلمين أشهد الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو بالشقيقة الكبرى الصين كما وصفها قبيل لقائه نظيره تشيجينج بينج على أمل التواصل إلى اتفاقات اقتصادية لبلاده التي تمر بأزلة اقتصادية خانقة جراء العقوبات الأمريكية أكد مادورو أن زيارته استطعت دفعا قويا لاستثمارات الطاقة والتجارة وتعزيز التعاون المالي بين البلدين وكانت تكين قد أقرزت فينزولا 50 مليار دولار سددت كاركاس قسما منها على هيئة شحنات نفط لكنها لا تزال مدينة للصين بما قيمته 20 أو 20 مليار دولار أعفت الصين السودان من ديونها الحكومية عليها حتى عام 2015 وذلك ضمن اتفاقيات التعاون التي وقعت مؤخرا بين البلدين على هامش قمة باكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي ولفت السفير الصيني لدى الخرطوم إلى تقديم بلاده منحا وقروضا من دون مقابل للسودان للمساهمة في تحقيق التنمية الأتصادية وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الزراعة الصناعة والجمالك لدعم العلاقات بين البلدين يتميز المطبخ السوري بالعديد من المأكلات التراثية القديمة والمامونية من الحلويات الشعبية الحلبية التي تفضل العوائل تنولها ولسيما في يوم الجمعة على نار هادئة تطبخ أكلة المامونية هي نوع من أنواع الحلوى الحلبية اللذيذة التي تشتهر بها حلب من السميد والسمن العربي والسكر تتكون إضافة إلى القرفة الناعمة وبعض من القشطة والجبن أكلة اشتهر أهالي حلب بإعدادها منذ أكثر من مئة عام مشهورة حلب لأنه على زمان عهد المأمون سموها لأنه بها داخل الزرق كان المعيشة بسيطة المامونية اشتهرنا فيها على زمانه أنه كان نهار الجمعة يكون عندنا عطل الناس كلها هي في بيوتها تجتمع تاكن المامونية والشعبيات المامونية والشعبيات والفول والفتة من الأكلات الرئيسية على مائدة الفطور الحلبية ولسيما في يوم الجمعة بعد الصلاة يتوجه الحلبيون إلى المطاعم لتناول هذه الأكلات يقول أهل حلب إن السبب في أكلها يوم الجمعة هو أنه يوم عطلة فتحتفل العوائل بجمعتها على مائدة لذيذة نحن صغار تعودنا أهلين وربونا على أن الأكلات المقدسة أو الأكلات المحببة يوم الجمعة هي الفول والمامونية والشعبيات يعني بتخلينا بجو اللمة بجو العيلة تشتهر حلب بأطعمتها اللذيذة والمشهورة وبعض منها له عادات تختص بها العوائل الحلبية وتميزها عن باقي المحافظات السورية هذا وأصدر وزير النقل السوري علي حمود قرارا يقضي برفع رسوم العبور البري وبخبض هذه الرسوم بالدولار وكانت النسبة سابقا 2% على أساس وزن الشاحنة وزنة الحمول أما الآن فقد ارتفعت إلى 10% فيما أبقت الحكومة السورية على معدلات الرسوم نفسها على النقل البحري وتهدف الخطوة إلى دعم الخزينة بإرادات كبيرة وللاستفادة من الترانزيد العبر للأراضي السورية مع إنجاز عملية تأهيل شبكة الطرق المركزية مع الأردن ولبنان عينت الحكومة السودانية وزراء جددا للمالية والداخلية والمورد المائية بعد أيام من حل الرئيس عمر البشير الحكومة وصى أزمة اقتصادية متفاقمة وكان البشير قد وعد بتخفيض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي فيما يشهد الاقتصاد ارتفاعا في التضخم بلغ 64% في تموز يوليو على أساس سنوي كما أن نقص العملة الصعبة أفسح المجال أمام نقص متقطع في السلع الأساسية مثل الوقود والخبز قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن برلين وشركائها في الاتحاد الأوروبي يدرسون تأسيس نظام مدفوعات مع تهران يسمح باستمرار التعاملات التجارية حالما تفرض الولايات المتحدة وعقوباتها المتحدثة أكدت خلال مؤتمر صحفي أن ضمان تأمين تنفيذ التعاملات هدف محوري للاتحاد الأوروبي وللحكومة الألمانية وذلك في سبيل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي في خطوة دعمت الليرة وقد تهدئ مخاوف المستثمرين على اقتصاد البلاد قرار البنك المركزي جاء رغم معارضة الرئيس التركي رجب طايا بردغان لأسعار الفائدة المرتفعة وتأكيدها أن التضخم نتج عن خطوات خطيئة اتخذها البنك المركزي هذا وانخفض سعر صرف الليرة إلى 6 ليرات وتسعة قروش مقابل الدولار قبيل عطلة نهاية الأسبوع بعد تحسن طفيفنا الأسبوع الماضي عاد البيتزو الأرجنتيني إلى التراجع تدريجيا وهبط بنسبة 2.8% بتراجع إجمالي بلغ 6.1% خلال هذا الأسبوع وكان المصرف المركزي قد رفع معدلات الفائدة إلى 60% من دون أن تمكن من وقف تدهور العملة الوطنية إزاء الدولار ويعتبر الحد من عز الموازنة الأولوية الكبرى للحكومة ويتبقع أن يكون هذا العام أقل من 3% بعدما تجاوز 6% في 2015 وتراجع إلى 4% العام الماضي عز الميزانية الأمريكية تضعف من 108 مليارات دولار في آب أغسطس من العام الماضي إلى 214 مليار دولار في آب أغسطس من هذا العام ويبلغ العز الحكومي الأمريكي 122 مليار دولار وذلك مقارنة بعز قدره 108 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي ويرجع خبراءه بسبب الارتفاع الكبير في المدينية إلى خفض إدارة الرئيس دونالد ترامب الضلائب على الشركات والأفراد هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الماديد دوت نت للمزيد إلى اللقاء